دعا قنصل الكويت العام في جدة وائل لعنزي دعا المواطنين الكويتيين وحجاج الكويت إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية وتعليماتها الواجب اتباعها أثناء موسم الحجة وأكد القنصل لعنزي أن الجهات السعودية المختصة بدأت اليوم منع دخول المعتمرين والزوار إلى مكة المكرمة من غير حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى منع دخول الأشخاص غير المرتبطين بحملات الحج والمركبات من خارج المملكة ما لم تحمل تصريح دخول خاصا بالمركبات ومضيفا أن التعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي تنص على أهمية استخراج تصريح الحج وإبرازها عند الوصول إلى منافذ السعودية وعند الطلب من رجال الأمن في النقاط الأمنية المختلفة ودعا حجاج الكويت كافة إلى أهمية أخذ التطعيمات اللازمة من مراكز الكويت الصحية قبل قدومهم لتأدية مناسك الحج للوقاية من الأمراض المعذية كما طالب ضيوف الرحمن من حجاج الكويت بضرورة الحرص على وثائق السفر والممتلكات والوثائق المهمة من الضياع مشددا على عدم توزيع أي مطبوعات أو منشورات أثناء موسم الحج إلا بعد إجازتها من وزارتي الإعلام وثقافة السعوديتين وذكر القنصل لعنزي عند القنصلية الكويتية في جدة خصصت رقما هاتفيا لخدمة حجاج الكويت في حالات الضرورة والطوارئ